وخلال اتصال مرئي في نشرة سابقة أوضحت أخصائية التغذية سارة السعيد أبرز فوائد الصيام على مرضى الكوليسترول بالإضافة إلى فائدته لمن يعانون من الوزن الزائد طبعا الصيام من الأشياء اللي جدا جدا ممتازة مو بس حق مرضى الكوليسترول حتى حق مرضى السكري والناس اللي تبها تنزل وزن يعني مثلا خلال الصيام اللي يصير بالضبط في الجسم إن نستغل إحنا كل المخزون مال الكربوهايدرات فيبدأ الجسم يستغل عندنا الدهون وبالتالي راح ينزل إلينا الكوليسترول راح ينزل لنا الوزن راح يعدل لنا أيضا من قراءات الدهون الثلاثية والسكري الأكلات اللي راح ترفع لنا الكوليسترول الناس واجد عبالها اللي بيرفع لنا الكوليسترول هو الكوليسترول نفسه يعني يقول لك إن إذا ما أم بيصدني كوليسترول لازم أجنب البيض أو لازم أجنب الربيون لكن هذه المعلومة خطأ الشخص إذا يبقى يجنب الكوليسترول لازم يجنب الأكلات لتحتوي على كميات عالية من الدهون الثلاثية هذه الأكلات عندنا لهي المقالي الفاست فود عندنا بعد موجودة في الحلويات يعني عدد كبير من الحلويات تصغموا فيها مثلا الزبدة أو السمنة هذه الأشياء هي اللي راح ترفع لنا كوليسترول لقدم